الطريق إلى المدينة خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعد هدوء الأحوال. تلقاهما من استأجراه بالراحلتين، فقدم أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهما، وقال اركب فداك أبي وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أركب بعيرا ليس لي، فقال الصديق هو لك فداك أبي وأمي، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إلا بالثمن الذي ابتعتها به، فقال أبو بكر هو كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذتها به، وركبا وانطلقا، وقد أردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة ليخدمهما في رحلتهما إلى طيبة الطيبة، وساروا على بركة الله وعين الله ترعاهم، هذا ونعود إلى مكة لتسجيل حادثين أو ثلاثة من مهمات الأحداث، الأول أن قريشا لما كانوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أتوا دار أبي بكر فخرجت لهم أسماء فسألوها أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت لا أدري والله أين أبي، فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خد أسماء لطمة أسقطت قرطها من أذنها، والثاني أن قريشا ما إن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبته ولم تجده حتى أعلنت عن جائزة مقدارها مئة بعير لمن يأتيها برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، والثالث أنه لما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مع صاحبه، قالت أسماء مكثنا ثلاثا لا ندري أين اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل يقبل من أسفل حتى خرج من أعلى مكة، وبهذا عرفنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما اتجه إلى المدينة النبوية، وها هي ذي الأبيات التي كان يتغنى بها هذا الرجل والذي يقال أنه من الجن، جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، ليهنبني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، والرابع أن أسماء قالت لما خرج أبو بكر مهاجرا أخذ كل ماله معه، وكان ستة آلاف درهم، قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة، وكان قد ذهب بصره، فقال إني أراه قد فجعكم بماله مع نفسه، قالت قلت له كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا، وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فوضعتها عليها، وقلت يا أبتي هذا المال الذي ترك لنا أبو بكر، فقال إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، قالت أسماء بعد ذلك، والله ما ترك لنا شيئا، وإنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك لا غير، عودة إلى مسايرة الركب الميمون، وفي طريق الركب الميمون، مروا بخيمة أم معبد، فسألوها طعاما أو شرابا، فلم يصيبوا عندها شيئا، وكانت شاة هزيلة خلفتها الغنم لهزالها، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل بها من لبن؟ فقالت هي أجهد من ذلك، فقال هل تأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت، فمسح بيده ضرعها، وسمى الله تعالى، ودعا لها في شأنها، فتفاجت، ودرت، واجترت، ودعا بإناء، فحلب فيه ثجا، حتى علاه لبنها، ثم سقى أم معبد حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رو، وشرب آخرهم، وكيف لا وهو القائل، ساق القوم آخرهم شربا، ثم بايع أم معبد على الإسلام، وارتحل، وارتحل معه رفقته، وها هو ذا أبو بكر الصديق، يروي الحادثة التالية، وهي آية النبوة، كآية در الشات أو هي أعظم، قال رضي الله عنه، قال سراقة بن مالك، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، جعلت قريش فيه مئة ناقة لمن رده عليهم، وبينما أنا جالس في نادي قومي، إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا، فقال، والله لقد رأيت ركبا، ثلاثة مر علي آنفا، إني لأراهم محمدا وأصحابه، فأومأت إليه أنسكت، ثم أمرت بفرسي وسلاحي فأحضر لي، وركبت سائرا في أثره حتى بدى لي، وإذا بفرسي قد عثر بي، فذهبت يداه في الأرض، وسقطت عنه، ثم انتزع يده من الأرض، وتبعها دخان كأنه إعصار، فعرفت حين رأيت ذلك، أنه قد منع مني وأنه ظاهر، فناديت القوم قائلا، أنا سراقة بن جعشم، أنظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قل له وما تبغي منا، قال، خذ يا رسول الله سهما من كنانتي، وإن إبلي بمكان كذا، فخذ منها ما أحببت، فقال له صلى الله عليه وسلم، لا حاجة لي بإبلك، فلما أراد سراقة أن يرجع، قال له صلى الله عليه وسلم، كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ قال سراقة، كسرى بن هرمز؟ قال نعم، وعاد سراقة إلى مكة، لا يلقى أحدا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رده بقوله، كفيتم ما هاهنا، وواصل الركب الميمون سيره يتقدمه الدليل، حتى وصلوا إلى قباء ديار بني عمر بن عوف يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم أخ بن عمر بن عوف، وكان عزبا فينزل عليه الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين، حتى قيل لبيته بيت العزاب، ونزل أبو بكر على خبيب بن إساف بالسنح، ولحق علي الركب بعد أن أدى ودائع الناس، ووصل قباء بعد ثلاثة أيام من وصول الحبيب صلى الله عليه وسلم إليها، وقد تفطرت قدماه، حتى إنه لما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إنه لا يقدر على المشي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقه وبكى رحمة به، وتفل في كفيه الطاهرتين، ومسح بهما رجلي علي فشفي في الحال رضي الله عنه وأرضاه، ولم يشك قدميه حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. نتائج وعبر إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يلي، أولا بيان خبث أبي جهل وشدته على المؤمنين، فلعنه الله حيا وميتا، ثانيا بيان مدى ما بذلت قريش في سبيل قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام، ثالثا من الجن مؤمنون، وإن كلامهم ليسمع وإن لم ترى ذواتهم، رابعا فضل أم معبد وهي عاتكة بنت خالد، خامسا تجلي آية النبوة المحمدية في در الشاه، وسقي الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيت أم معبد وسائر أفراد رفقته، سادسا تجلي آية النبوة في سقوط فرس سراقة وعجزه عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم له بأنه سيسور سواري كسرة، وكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، سابعا تجلي آية النبوة في شفاء علي رضي الله عنه فور مسح الرسول صلى الله عليه وسلم رجلي، في طيبة دار الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن الثلاث عشرة سنة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، من مبعثه إلى يوم هجرته، كانت كلها آلاما ودموعا وأحزانا، لم ينعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بساعة سرور أو يوم راحة قط، إلا أن العشر سنين التي قضاها بالمدينة، كانت كلها جهادا متواصلا، لم يفتر شهرا واحدا، ولم ينعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالراحة يوما واحدا، كان شظف العيش فيها بالغا أشدة، فلم يشبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير مرتين في يوم واحد قط، نعم لقد كانت للحبيب صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة أيام مشرقة، إلا أن أكثر أيامها كانت محرقة، وهلم إخوة الإيمان نعيش بأرواحنا مع رسولنا وحبيبنا تلك السنين العشر التي عاشها صلى الله عليه وسلم بالمدينة دار هجرته وحاضرة دولته، دولة الإسلام الخالدة، وسوف نشعر بأن السنين العشر ما كانت السنة الواحدة منها إلا عشر سنوات، فعشر السنين كانت وكأنها مئة سنة أو تزيد، وذلك لما تم فيها من جلائل الأعمال، وما تخللها من عظائم الأمور، والله نسأل أن يرزقنا البكاء عند ذكر ما يبكي منها، وأن يرزقنا الفرح عند ذكر ما يفرح، فيكون ذلك شاهد حبنا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وآية إيماننا به، وعنوان إسلامنا لربنا، وإحساننا في ديننا، فهي بنا نعايش الحبيب وصحبه بأرواحنا، وإن لم نعايشهم بأبداننا، لطول العهد، وفضل ما بيننا وبينهم، إذ هم كواكب مشرقة في السماء تنير الأرض لأهلها، وأما نحن، فإن ضعيف الصلة بالسماء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الحبيب صلى الله عليه وسلم بقباء، إنه قبل وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وهي ضاحية من ضواحي المدينة على ثلاثة أميال منها، كان رجال من الأنصار لما بلغهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، إذا صلوا الصبح خرجوا إلى ظاهر المدينة إلى الحرة الجنوبية، ينتظرون طلوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فلا يبرحون ينتظرون، حتى لم يبقى ظل يستظلون به من حر الشمس، ثم يعودون إلى بيوتهم، ولما كان اليوم الذي وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قد خرجوا كعادتهم، وما إن عادوا إلى بيوتهم لارتفاع النهار وانعدام الظلال، إلا وصائح يصيح بأعلى صوته، يا بني كذا، هذا جدكم قد جاء، وكان الصائح رجلا من اليهود، كان قد علم بخروجهم كذا يوما انتظارا لقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما إن سمعوا الصراخ حتى خرجوا كلهم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه مستظل بظل نخلة، وأكثرهم لم يكن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدهم الناس يسلمون عليهما وما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر، فأظله بردائه، فعرفوه عند ذلك. أول عمل بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول عمل إصلاحي خيري بناء قام به النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، هو بناءه مسجد قباء، في الفترة التي أقامها بين سكانها، وهم بن عمر بن عوف بن مالك، والتي لم تتجاوز أسبوعا واحدا، وكان مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وأثنى على أهله خيرا، فقال تعالى من سورة التوبة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، وهنا بقباء، أتى سلمان الفارسي الذي طالما انتظر مجيئه، جاءه من المدينة بكيس من التمر، وقال هذا صدقة تصدقت بها عليكم، وهو يريد بذلك اختباره، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنا لا نأكل الصدقة، وأمره أن يتصدق بها على غيره، وانصرف سلمان وعاد في اليوم الثاني ومعه تمر آخر، وقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال هذه هدية قدمتها لك، فقبلها صلى الله عليه وسلم، ودعا له بخير، وهنا أعلن سلمان إسلامه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وسبب عمل سلمان هذا أنه علم من الكتب السابقة أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من نعوته وصفاته أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له من أيام في قباء بديار بن عمر بن عوف سار إلى المدينة، وفي طريقه أدركته صلاة الظهر بديار بن سالم بن عوف، وكان اليوم يوم جمعة، فصلى بهم الجمعة، وخطبهم في مسجدهم ببطن الوادي، فكانت أول جمعة صلية في الإسلام، وركب الحبيب صلى الله عليه وسلم راحلته، فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة في رجال من بني سالم، وقالوا له، يا رسول الله أقم عندنا حيث العدد والعدة والمنعة، وهم ممسكون بخطام ناقته لينيخوها، فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، وواصل سيره صلى الله عليه وسلم إلى طيبة، طابت مغانيها، وسلام على ساكنيها، نتائج وعبر إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها في الآتي، أولا بيان أن مسجد قباء كان أول مسجد بني في الإسلام، ثانيا بيان كيفية معرفة سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما أجرى من اختبار عليه بالصدقة والهدية، لعلمه السابق أن من صفات نبي آخر الزمان أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، ثالثا بيان أن أول جمعة صليت في الإسلام هي تلك التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سالم بن عوف ببطن الوادي، رابعا عرض بني سالم على النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة بينهم وترغيبه في ذلك، وذكرهم لكثرة رجالهم وسلاحهم ومنعتهم الحربية، يعتبروا لا شك موقفا مشرفا خالدا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. موسيقى موسيقى